سبع خير يا حباي وعزائي وكل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين ويا رب يكونوا بألف صحة وسلام هجوم أرهابي بالإسماعيلية تشجدات أمنية بجميع الارتكازات والكنائس ماذا حدث؟ كل عام تحدث الكثير ويحدث الهروم على الكنائس وكأنها بيوت لا ليس لها علاقة بالله والكل يعرف جيداً أن الله محبة الله السلام الله الذي أحبنا وفدانا وعجب محاولة استهدافك من شرطة بالإسماعيلية وأصفر عن مقتل إرهابي ضمن العناصر الإرهابية قامت الأجهيدة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية وجميع المحافظات اتخاذ إجراءات الاستعداد القصوى وتشجيدات الأمنية بجميع الارتكازات الأمنية وأيضاً بجميع الكنائس مع قرب الاحتفال برأس السنة غداً لإتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد حادث اليوم صباحاً ومازال قوات الشرطة تقوم بعملية تمشيط كامل بجميع مدينة الإسماعيلية لتتعقب بعض العناصر الهليرة بعد اطلاق النيران وعلى كمين الشرطة بالقرب من مسجد الطالحين بشارع شبين الكوم وحتى الآن لم يتم الإعلان الرسمية عن سقوط شهداء بالكمين بذل ما يتردد عن سقوط أحد الشهداء من أفراد الكمين وفضلاً عن معاطم خيل أنه صاحب كشك في القرب من الكمين وما زالت وظهرت الداخلية لم تعلن بيانه الرسمية بشأن التفاصيل الحادث فقال شهود عين أن الشرطة قامت بإغلاق عدد من الطرق داخل المدينة لتعقب الهاربين وشهدت شوارع المدينة زحام شديد في ظل حالة الاستعدادات الأمنية عقب استهداف الكامين وتم زيادة التواجد الأمنية على الكنائس وبعض الكماء لهم تحسباً لوجود عناصر أخرى وكانت مزارة الداخلية أعلنت الاستعدادات الأمنية بجميع المحافظات الدعمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيل وتم اتخاذه كافة الهجراءات الأمنية بجميع المدريات ويأتي استهداف اليوم على الكمين في وقت تم رفع عدد منها كمان بمدينة العريش وفتح بضع بعض الشوارع بعد تكفيض منابع الإرهاب وبعد التضييق على العناصر الإرهابية بالعريش كان في وقته السابق عرب بعض العناصر لمدينة بئر العبد ومنطقة جلبانة بالقنطرة الشرق وتم مطاردتهم وبنفس التوقيته أيضاً تفصيل القبضه على سلاسة أشخاص للتعامل بسرقة كنيسة ماري جرجس في قنة تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنة من القاء القبض على سلاسة أشخاص تم التعامل بسرقة كنيسة ماري جرجس الصغرى التي تقع داخل القرية ببهزورة التابعة إلى مركز نجا حمادي بالشمال المحافظة وبدأت تلقى الواقع عندما ورد للجهزة الأمنية في محافظة القنة اختاراً يفيد أنه تمت سرقة مجموعة من المعالق والأواني المصنوعة من القضة وتقمن حاس ومبلغ مال يقدر بنحو 25 ألف جنيه من كنيسة ماري جرجس الصغرى في قرية ببهزورة بمركز نجا حمادي واسفر عانوة حركة قوات الأمن وانتقلت إلى محل ورد الهورت البلاغ حتى يتم إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة للكشف عن الملابسات الحادث وكيف تمت سرقة الكنيسة والمتعمينة بذلك وتم تشكيل فريق بحس نجاح عقب إجراء مجموعة من التحريات والمعاينات إلى التوصل للمتعمينة في تلك الواقع والذي تبين أنهم ثلاثة أشخاص أسمهم كالتالي حازم أبا نوب وعادل وتبين من خلال الفحص أنهم التأمينة الثلاثة خططوا من أجل سرقة الكنيسة ماري جرجس الصغرى في قرية ببهزورة التابعة إلى مركز نجاح حمادي بمحافظة القنع حيث أنهم تسللوا وهم ملسمين وساركوا مجبوعة من المعالك والأواني المصنوعة من الفضة وتقمن حاس ومبلغ مال يقدر 25 ألف جنيه وبعد ذلك فروا هارفين وبعد ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ألقاء القبضة على المتعمين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقع وإختاروا جهات التحقيق المختصة حتى تواشر التحقيقات اللازمة والتي أمرت بحرس المتعمين أربع أيام على زمة التحقيق هنقول رحم الله كل المصريين رحمنا ويخفر لهم الله الذين قاموا بسركة هذه الكنيسة كما علمنا حبوا بعضكم بعضاً باركوا لعنيكم باركوا الذين يبغضونكم أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأمير إن عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة ولكم مني كل الحب والتوضير والسلام من رب يكون معكم مساء الخير أحبائي وأعزائي وكل عام وأنتم بخير اليوم فنانة مسيحية مصرية بالدعمي متهرب من قضايا اقتصاب وتحرش هجوم على فنانة بعد دعمها لساعد لمجرد تعرضت الفنانة التي لم نذكر اسمها إلا في نهاية الحلقة للعديد من الانتقادات من قبل متابعيها بسبب دعمها للفنانة ساعد لمجرد بعد حفله الذي أقيم أمس الخميش في مدينة شرم الشيخ كما حرست على الرد على بعض هؤلاء المنقضين وأعرب جمهور الفنانة عن غضبهم الشديد من دعمها لساعد لمجرد ومن مضمون الفيديو الذي جمعهما ببعضهما والذي رأى البعض أنه غير لائق ومن أمثلة تعليقتهم ما ننساش نعمل انفلو للفنانة عشان ما نزعجهاش ولا تزعجنا وجاء رد الفنانة على هذا التعليق كالآتي اللي يعجب حضرتك لو طريقة فهمك للحياة بالطريقة دي أعتقد فعلا انفلو يكون ألطر وبالعكس الحاجات اللي بتعملوها دي هتنجحوا وهتشهروا أغطى لأنكم عمركم ما هتشيلوا حب الناس وبالنيابة عنه بشكركم يلا انفلو كما جاءت عليكم من متابع آخر مستنكرا دعم وازيل فنانة المسيحية المسلمة أأسب المسيحية المصرية بساعد لمجرد المتهم في عدة قضايا اختصاب وتحرش قائلا بدعمي متهرب من قضايا اختصاب وتحرش خلصوا خلاص فنانين العالم أجمل انفلو ليك يا فنانة وجاء ردها يسعدني جدا وتابع متابع هذه الفنانة أيضا نشر تعليقاتهم المنتقدة لمنشور هذه الفنانة المصرية المسيحية حيث سخرت وسخرت احدى متابعيها من دعمها لسعد لمجرد وقالت انت جميل وشاطر ومتغرب من كذا قضية تحرش واختصاب شاطر شاطر يعني وعقبت هذه الفنانة على هذا التعليق عندنا آية يا جميلتي بتقول اخرج القذى التي في عينك ثم اخرج الخشب الذي في عين أخيك وجاء تعليق آخر مضمون ولكن كانت بنتك من اللي تحرش بهم كان هيكون لك رأي تاني من جانبها نشرت هذه الفنانة المصرية المسيحية فيديو قصير يجمعهم وأولادها بسعد لمجرد في كواليس حفلة بمدينة شرم الشيخ عبر حسابا رسمي على موقع انستجرام وعلقت عليه قائلا اقوى حفلة وأجمل دعاية لشرم الشيخ من اقوى وأحب المطربين لقلبي الرائع سعد المجرد المطرب العالمي نورت مصر وكلنا في انتظار المزيد من الحفلات في وطنك الثاني لأن لك دمور كبير منتظرك منتظر المزيد من الحفلات ومزيد من النجاح لأبناء المغرب يا ترى من هي هذه الفنانة المسيحية التي تدعم قضايا اختصاب وتحرش كل الشكر والتغدير لمحبي القناة وأتمنى لكم عاما سعيدا وعاما جميلا أنتظروا منكم كل ما هو جميل وكل ما هو شير شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم من كل الحب والتغدير وسلام الرب يكون معكم أمين مع قناة قوم قناة المشاهدة